مئات وسبعون يوماً والعدوان السعودي الخليجي المشترك على اليمن يواصل إجرامه وتدميره ويوغل في ذلك الإجرام بقصف تجاوز الهستيريا إلى حد الجنون فأضحى يستهدف كل شيء مئات الغارات ومئات الجرائم تقترف بحق أبناء الشعب اليمني في معظم المحافظات بعد الهزائم النكراء التي يتكبدها المعتدون الغزاه سواء في محافظة مارب أو داخل نجران وجيزان فكلما عاجز وفشل في الدفاع عن حدوده ومرتزقته صبج مغضبه وهزائمه وأطلق العنان لصواريخه لقتل المواطنين وإرعاب الأطفال هزموا أخلاقياً كما هزموا نفسياً وعلى الأرض لذلك لا يراعون حرمة للصغير ولا للكبير ولا للمساكن ولا للمساجد وهي تصرفات الجبناء الضعفة لم يتوقف إجرامهم عند هذا القصف الهستيري الذي دخل يومه المئة والسبعين لكن العربان وبدلاً من أن يدافعوا عن أوطانهم ويحرروا المحتلة منها هاهم يرسلون آلافاً من جنودهم ومرتزقتهم لسفك دماء أهل طالما تغنوا يوماً بالانتساب إلى وطنهم والانتماء إليهم متجاهلين أنها ستكون مقبرةً لهم كما كانت مقبرةً لمن سبقهم عروبة اليوم أخرى لا ينم على وجود هسم ولا لون ولا لقب يكفي كأن عدانا أهدروا دمنا ونحن من دمنا نحسو ونحتلب فمن ربط مستقبله بالرايات المنكسة وباع ضميره بالأموال المدنسة سرعان ما تبدد أحلامه وإلى سراب تنتهي أوهامه أما شعب الإيمان والحكمة فلا ولم ولن يستطيع أحد زحزحته من أرضه فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء فيصلى الشبيبي اليمن اليوم استهدف العدوان السعودي والعديدة من الأحيان